أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد اعتزازه بعلاقات الشراقة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنيات منها جاء ذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة بالفريق ركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامة وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له أو الذي يزور مصر حاليا التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامة وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية كذلك التفاهم حول زيادة اوجه التعاون العسكري والامني بين البلدين في العديد من المجالات واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والامنية منها كما اكد على اهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين واشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية التشاد بجهود مصر الدعمة لكافة قضايا القارة الافريقية لارساء دعائم الامن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القرى معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات الذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية اشتركوا في القناة